ليس من الوارد أن تستطيع إيران إمساك العصى من الوسط كالسابق فمخالب الاستخبارات الإيرانية وجدت لها آثار في أوروبا حيث المكان الذي اتخذ وضع الحياد من العقوبات الأمريكية إيران بنظر الأوربيين تضر بنفسها عند قيامها بأنشطة التجسس هذا ما فهم على الأقل من كلام رئيس مؤتمر ميونيخ الأمني فولف جانج إيشينجر الذي أكد أن طهران تضر بجهود أوروبا للإبقاء على الاتفاق النووي من خلال قيامها بأنشطة تجسس وعمليات اغتيال كان آخرها اعتقال رجل في برلين يحمل الجنسية الأفغانية والألمانية لقيامه بأنشطة تجسس لحساب الاستخبارات الإيرانية ثم ما كشفه وزيراء الخارجية والداخلية الهولنديان من معلومات تفيد بظلوع إيران بتصفية مواطنين هولنديين من أصل إيراني بين عامي 2015 و2017 ناقص الاتهامات دق بعد أقل من أسبوع على تبني الاتحاد الأوروبي قرارا بالإجماع يفرض عقوبات جديدة على إيران بعد ثبوت تورط أجهزتها الاستخباراتية بتنفيذ عمليات اغتيال على الأراضي الأوروبية وتبعه تجديد الرقابة على البعثات الدبلوماسية الإيرانية بالتزامن مع نشر تقارير عن نقل طهران غرفة عمليات اغتيالاتها صوب دول البلقان للبقاء قريبة من قلب أوروبا على الجهة المقابلة لا تكاد إيران تخرج من مأزق حتى تدخل بآخر فقد أقرت مجددا على لسان محمد باقر نوبخت مساعد الرئيس الإيراني بأنها تواجه مأزقا حقيقيا وصعوبات كثيرة بسبب العقوبات الأمريكية باقر نوبخت قال إن العقوبات جعلت من موازنة البلاد المالية عرضة للخطر بعد شلل شبه تام أصاب واردات إيران النفطية إذ كان من المتوقع أن يعود النفط على إيران بـ 47 مليار دولار لكن العقوبات الأمريكية جعلت تلك التوقعات في مهب الريح وإذ لا يعرف منتهى شد الحبال بين طهران وواشنطن مكانا أو زمانا لكن المعلومة بالضرورة بات مكشوفا وانتقل الصراع إن صدقت توقعات البعض من تقليم أظافر إلى كسر عظام